وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العالمين الجديدة وخلال لقائه وزير الطيران المدني أكد الوزير العمل على تعزيز شركاتي الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية كما أكد أن الوزراء تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويا من هيئة عام 2025